اشتهر العالم الفيزيائي ألبرت إنشتاين بتوقعاته ونظرياته الجريئة والغريبة والتي صادف دقة بعضها وخطأ بعضها وبعضها بقي غير مفسرا وعرف بأنها تنبؤات ولكن واحدة من تلك التصريحات لاحظ العلماء أنها أصبحت ظاهرة تهدد الحياة على كوكبنا الأرض وهي ظاهرة موت النحل المفاجئ فقد قال إنشتاين عنها إذا اختفى النحل من الأرض فإنه سيبقى للإنسان أربع سنوات فقط ليعيش لنتعرف اليوم على هذه الظاهرة وأسبابها لحظ في الأونة الأخيرة موت أعداد كبيرة من النحل بمعدلات تدعو للقلق ويطلق عليها ظاهرة موت النحل بشكل مفاجئ فحسب الإحصائيات الأمريكية ازداد عدد مستعمرات النحل التي لا تستطيع النجاة في الشتاء كما خفضت نسبة النحل إلى الهكتار بأكثر من 90% مما دعا بالمزارعين إلى التمكن من الإنتاج بعدد أقل من خلايا النحل ولكن هل يمكن لهذا الوضع أن يستمر طويلا؟ إن أكثر من 70% من إنتاج العالم من المحاصيل يعتمد على التلقيح الذي يلعب النحل فيه دورا فعالا بسبب عددها الكبير وطريقة عيشها في التجول ما بين الظهور لنقل اللقاح وأقضى الراحيق وبسبب زيادة أسعار الغذاء بشكل غير مسبوق أصبح من الضروري معرفة أسباب موت النحل المفاجئ الذي يشكل التهديد الأكبر للأمن الغذائي العالمي إن ظاهرة موت النحل تعتبر أكثر خطورة من ظاهرة الاحتباس الحراري على كوكب الأرض ومن أهم العوامل التي تهدد حياة النحل هي المواد الكيميائية السامة كمبيدات الحشرات التي تستخدم بشكل كبير على الإنطاق واسع من المحاصيل لزيادة الإنتاجية فهي تهدد ذاكرة النحل وتجعلها مشوشة وهناك تحذيرات من أن الاستخدام الغير منظم والغير مسؤول للمبيدات سيؤدي إلى فقد النحل الموجود على كوكب الأرض خلال عقود فقط لكن الأمر الذي يضعناه في دهشة وصدمة كبيرتين هي دراسة جديدة قام بها المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا خلصت إلى أن مكالمات الهاتف الخلوي تشوش إشارات الاتصالات الحيوية للنحلة مما يجعل النحل مرتبك بشكل مستمر وغير قادر على تحديد هدفه وبالتالي يفقد قدرته على القيام بعملية التلقيح وهذه الظاهرة تستمر معه إلى أن يموت وهي ظاهرة اضطراب انهيار المستعمرة التي تكلمنا عنها في بداية الفيديو إن إنشتاين كان محقا فيما يتعلق بالنحل ولكن الأمر ملح وضروري ويجب التحرك بأسرع وقت حتى لا نستيقظ ذات يوم ونرى أن النحل قد اختفى من كوكب الأرض إذن ما رأيكم إخواني بهذا الفيديو المرجو إجابتنا في تعليق أسفل الفيديو وشكرا وفي الأخير نشكركم على مشاهدة هذا الفيديو ولا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ومشاركته وشكرا